ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كف حولكم الجماعة ان شاء الله تكونوا دايما بخير وصحة وعافية بعد حوالي اكثر من سبع سنوات تقريبا على انتهاء مسلسل الجريمة الشهير ديكستر قررت شو تايم انها تنزل موسم جديد للمسلسل بعد سبع سنوات بالرغم من ان المسلسل انتهى حرفيا انتهى وخلاص معاد في شي يستحق الانتظار تقريبا بغض النظر عن ان النهاية كانت سيئة ولا حلوة بغض النظر عن ان النهاية كانت مرضية ولا غير مرضية مسلسل ديكستر انتهى وودعنا وتقبلنا نهايته ايا كانت حكاية موسم جديد برأيي فكرة غير جيدة على الاطلاق مول اني ما احب ديكستر بالعكس ديكستر مرة مسلسل عزيز على قلبي وليا ذكريات مرة رهيبة معه لكن موسم جديد كانت حلاوتها لو بعد اخر موسم بسنة بسنتين ثلاث سنوات يا عمي مو مشكلة بس سبع سنوات ياهو يا عالم مو معقولة عموما هذا كلامي انا وانا اتكلم عن نفسي ما اتكلم بالسان غيري ولكن لكل شخص وجهة نظر قبل كم يوم طلبت منكم تكتبوا لي اراءكم حول هل الموسم الجديد من ديكستر يعتبر فكرة جيدة ولا لا وليش وطلبت منكم ترسلوا لي اجاباتكم وراح نقراها الحين وللامانة وصلتني اجابات كثيرة وبحاول اقرأ اكبر عدد منها ولكن قبل ما ندخل على الاسئلة او الاجوبة ونحرق على خلق الله اللي ما تابع المسلسل في حال انك ما تابعت مسلسل ديكستر وحاب تاخذ فكرة على السريع عنه وبدون حرق فمسلسل ديكستر مكون من ثمان مواسم كل موسم تقريبا 12 حلقة بدأ في العام 2006 وانتهى في العام 2013 وتم تجديده الموسم اضافي بينزل السنة الجاية او 2021 وقصة مسلسل ديكستر ببساطة عن شخص اسمه ديكستر مورغين عنده هوس في القتل يحب يقتل ويلقى في القتل متنفس له في النهار هو موظف في شرطة ميامي وفي الليل عبارة عن قاتل متخفي ومحتلف هل هو شخص سيء ولا شخص كويس عاد هذه قصة ثانية بتشوفها بنفسه واللي زاد الموضوع التعقيد وخلى المسلسل يصير اكثر اثارة هو انه ديكستر يمارس هذه العادة عادة القتل ويعرف كيف ما يترك اي اثر وراه ورا جرائمه عنده مهارة عالية في طمس كل اثار جرائمه والسبب يرجع لوظيفته بتعرفون هذه التفاصيل برضو لاحقا في المسلسل اذا تابعتوه مو بس كذا قدر يقنع كل الناس من حوله بتصرفاته وروتينه انه مجرد شخص مسكين ومسالم وماله في الهشك بشك ولا في الجريمة ولا الخربيط الثانية كل الناس ينظرون له على انه ديكستر المسكين والغلبان هذه قصة المسلسل بالاختصار الشديد جدا والقرار لك عزيز الوجيه تابعه او اسحب عليه ولكن لو سألتني هل يستحق اتابعه يا وجيه بقولك يب ديكستر تجربة جدا جميلة دراما وجريمة مميزة ولها جوها الخاص وبالنسبة لي اعتبر واحد من اجمل المسلسلات اللي تابعتها في بداية فعلا من المسلسلات والمسلسل حاصل على تقييم 8.6 من 10 على موقع ايم دي بي هذا اللي تحتاج تعرفه الى الان فلو ما تبعت مسلسل ديكستر يحب بذلو تقفل الفيديو لانه راح نبدأ نقرأ الاجوبة وغالبا بيكون فيها حرق طيب يا جماعة قبل ما نبدأ الاسئلة او الاجوبة عفوا لو ما تعرفون احب اقولكم ان مسلسل ديكستر ما اخوض من سلسلة روايات تحمل نفس الاسم مكونة من ثمانية كتب في عام 2013 نزل كتاب يفترض انه كان الاخير كان اسمه او عنوانه ديكستر فاينل كت وكان هذا بالتزامن مع اخر موسم تم عرضه اما في العام 2015 نزل الكاتب جزء جديد من سلسلة ديكستر انا ما قرأت الكتب للامانة ولا اعرفش قصتها ولكن غالبا المسلسل يدور حولها وغالبا غالبا بتكون احداث الموسم الجديد اللي بينزل في 2021 مشتقة من الكتاب اللي نزل في عام 2015 ونصيحة مني لا تبحث عن الكتب الا لو تحب تحرق على نفسك طبعا اعتقد اني حركتها لنفسي لما بحثت عن الكتب ولكن يلا لجل عين تكرم مدينة فخلونا نبدأ في قراءة اجاباتكم اوكي التعليق الاول يقول المسلسل اصلا فيه اشياء كثير ما انكشفت للشرطة عن ديكستر فاتوقع بيكون نفس القصة بس ديكستر بيكون بين نارين هو بسبب موت اخته وهو سفاح فاتوقع بيمشي بنفس القصة حسب رأيي يعني قصدك انه بيكمل سفاح بس بوظيفته هذيك اللي عنده الاخشاب ما نعرفش كانت بالنهاية بالضبط جايز اللي بعد يقول فكرة حلوة علشان يرقعون علشان يرقعون النهاية الفاشلة للمسلسل واحس ما في سبب غيره يخليهم يرجعون موسم جديد يا جماعة الموسم هذا الجديد اللي بينزل مفروض كان ينزل في 2016-2017 لانه اخر جزء من الرواية المفروض الموسم الاخير بيتكلم عنه نزل في 2015 بس ليش اللي حين بعد سبع سنوات مستحيل تقولي علشاني وعلشانك ابدا شركات الانتاجي فكرون بالفلوس قبل كل شيء ولنا في game of thrones عبرة اللي بعد يقول طبعا فكرة كويسة لان نهاية الموسم الثامن كانت سيئة الموسم الجديد اتوقع بيصلحه النهاية هو ما في اصلاح ولا ترميم النهاية كانت نهاية مكتوبة وجاهزة الموسم الثامن تكملة للاحداث اللي صارت كيف يقدموها هنا الفكرة اللي بعد يقول عندك كم سنة تا كيف عندي كم عمري عمري 28 29 شيء زي كده اوكي الله ياخذ بليس والله في واحد كتب تعليق استغفر الله استغفر الله طب ايش دخلني في الزمالك قاعد يسب الزمالك بس سبهم سب ايش يمسوين له الزمالك اللي بعد يقول حتى لو ان المسلسل منتهى بشكل كويس لكن فكرة انه يكون في موسم جديد فكرة سيئة لان الناس بتاخذ فكرة عن انه حلب مثل بريزون بريك نرجع ونقول انه ماهو حلب بقدر ماهو تصوير الرواية الاخيرة وتحويلها الى موسم اضافي اللي بعد يقول انا الصراحة اشوف ان المسلسل كله فكرة سامجة اللي بعد يقول المفروض من زمان يسوون موسم تاسع لان النهاية كانت بشعة جدا لمسلسل عظيم زي ديكستر الله عليك انت اسد اللي بعد يقول الصراحة للحين ما تابعته بس احسه نار نار واللي بعد يقول الحقيقة مدري اللي بعد يقول نعم انتهاء شخصية ديكستر في الموسم الاخير لا تليق به اللي بعد يقول والله يا اخوي جيد بحكم المخرج القديم اللي اخرج اول اربع وتعتبر افضلها او ارحم من اللي اخر اربع مواسم ايش الهرجة انا معرف اقرأ ولا الكلام مخربط لكن سيء بحكم دائما المسلسلات اللي تطول سنينها لما ترجع تخرب زي بريزن بريك الكيس راح يكون موجود موجود بس برضو هتابعه لو حيجي طريقة افكارهم وعمق ديكستر وتفكيره الله يعين بس والله يا صاحبي انا من يعرف هو انا معرف اقرأ او انه انا من قادر افهم او انه الكتابة مخربطة لكن المتابعين ان شاء الله قاعدين يشوفوا اللي بعد يقول ما اعتقد فكرة سيئة اذا بيحسن من النهاية خاصة اذا كل المتابعين متفقين ان النهاية سيئة مش كل المتابعين صراحة بعضهم باختصار بعد النهاية المضروبة والموسم رجعوا يبون يعدلون غلطتهم واللي راح تكون اصلا غلطة يس ربما اللي بعد يقول احس المسلسل بيكون تكمل الاحداث في المواسم السابقة اقصد واحد وش بيصير لولده مع هانا يمكن يصير قاتل زي ابوه وهانا تغطي عليه يمكن او اثنين ديكستر بيكمل حياته جميل اقصد بيكمل قتله للمجرمين زي ما قلنا بدون ما يدري قسم الشرطة اللي كان يشتغل معهم ممكن بالصراحة يعني جميل ربطك للأحداث كذا وتكوينها اللي بعد يقول اكيد فكرة حلوة لانه نهاية المسلسل كانت جدا مخيبة للامال ومره مفتوحة واحس لازم يكون فيه some kind of closure والله نستاهل closure يا جماعة نستاهل خاتمة زي الناس فعلا بس سبع سنوات يلا يلا معلي معلي اللي بعد يقول لا لا يعني ماهو فكرة جيدة لانه ختم ختمة سيئة فتسوي موسم جديد بس راح نشوف اذا كان الموسم ممتاز ويمحي الختمة السيئة فرح تكون فكرة حلوة وتحسين سمعة نبغى حلقة لي the office تكلمنا عن the office اللي بعد يقول ممكن يكون الموسم الجديد فكرة حلوة لاني احس ما كانت النهاية اللي نتمناها وكمان ايش هيصير في ديكستر بعد ما غير حياته ما راح يتغير هو شوف عاطفيا واسريا بدأ يتغير اكثر لما صار عنده طفل ولما كون اسره مع ريتا اللي انقتلت على يد القاتل الثلاثي اذا انا فاكر اسمه ديكستر خلينا نقول حاليا صار عندهم فصام شخصية تقريبا جزء منه طيب ويحب اسرته ويبغى يحاول يعيشهم في الطف حياة وجزء ثاني منه يبغى يقتلوا يبغى يمارس هوايته المريضة اللي بعد يقول نعم فكرة جيدة من اجل تعديل النهاية السيئة ويسوون نهاية تليق بشخصية عظيمة مثل شخصية ديكستر ولازم تكون نهاية سواء كانت سيئة او جيدة ما راح تكون بسوء النهاية المفتوحة اللي يسوها اللي بعد يقول ممكن تكون فكرة جديدة علشان المسلسل ما يطيح مستوى المسلسل لانه اذا طاح مستوى المسلسل شبيحته راح يكرهونه للخر اللي بعد يقول فكرة جميلة وفي نفس الوقت تخوف جميلة لانك راح ترجع تشوف مسلسل من الافضل المسلسلات اللي انعرضت وفي نفس الوقت يمديهم يعدلون النهاية المخيبة للامال والشي اللي يخوف انه تقريبا ما في مسلسل رجع بعد انقطاع وكانت الرجعة توازي ما قبلها احسن وعموما انما ضبطت ما حت تحضر ما حت تخسر قصدك كده اللي بعد يقول بعيدا عن المسلسل يا وجيه تراك رهيب والله رهيب بشكل لب صنادحك اللي ما يعرفيش صنادح هذه هذه الصنادح هذه الصندحة صندحة عندنا طبعا في الخليج او في المنطقة الغربية نسميها صندحة اللي بعد يقول نعم فكرة جيدة الجرائم لا تنتهي وديكستر موجود واحنا نبغى ننبسط الله والله الولد هذا ايجابي خليتني اشوف الموضوع بطريقة مختلفة اوكي بس ما زال يعني اخذتني العزة بالاثم ما في انا زعلين اللي بعد يقول ايوه ليش علشان تطلعني بالمقطع تكفى ابيطلع في افضل قناة باليوتيوب مستقبلا اوكي اللي بعد يقول انا عمر اللي تنادي عمار ينهر اسويت وانت اسمك عمر وانا نديك عمار ولا مصيب اسمك مكتوب عمار عمار هو من يوم خلوه النهاية مفتوحة واضح راح يكون في موسم جديد بس المشكلة موهنة لانه من البداية كان مسلسل تجاري ف هااااا جينا بالغلط يا عمار يا عمر فطبيعي يستمر الحلب ولكن المشكلة هل جمهور ديكستر راح يواصل المتابعة ولا راح يوقف لاني اعتقد من اسباب نجاح ديكستر هو الفترة اللي تم فيها انتاج العمل واهم عنصره في العمل هو التشويق والاثارة واذا اختفت راح ينهار العمل بالكامل ودام ورجع للساحة اتمنى النهاية تكون بتواجد ديكستر في السجن لانه مجرم مش بطل الله عليك الله عليك يا عمر يا عمر 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 كلهم عماير كلامك جميل ديكستر مجرم وهذه النهاية اللي تليق فيه يا في السجن يا مقتول زبت اما انه يكون طليق في الشارع لا والله غلط خلونا نختم الفيديو بهذا التعليق اللي من عمار عمر عامر فيب خلونا نتفق يعني عن هذه النقطة اذا في نهاية يستحقها ديكستر هو انه ييموت من شر افعاله او انه يدخل السجن لانه انسان غير جيد وشخص مجرم وايا كانت حياته عنده طفل خلاص يتصرف فيه ما احد قال لك حبيبة صير قاتل متسلسل متسلسل ولا متسلل يعني النهاية نهاية كانت ظلمة صراحة ظلمتنا كمتابعين وظلمة المسلسل بالذات انه جلس فترة طويلة متماسك متماسك وبدأ كده ينهار في النهاية لكن على كل حال هو اما يتجادش الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول واذا اعجبكم الفيديو يضغطوا لايك عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين وتصير اسرة الوجيه كبيرة ونصير عندنا ناس كثير وننبسط ونهاجم السينمائين الثانين وبس والله كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم